حسام في حكاية عبدالله سعيد كنا لسه بنتكلم عليها قبل الفاصل بدأ الناس تتحدث عن فكرة انه اتحاد الكرة مد القيد من الساعة 3 للساعة 12 بالليل عشان عبدالله السعيد يتأيد والحكاية يعني عايز اقول لك يعني انا لما شفت الكلام ده على السوشال ميديا يعني بصراحة انا عندي المعلومة بس قلت اسأل برضو طبعا انت عارف برضو كريم هنرجع بالذاكرة وراه في كل فترة انتقالات هتلاقي خبر كده اتحاد الكرة بيمد في فترة القيد لغاية ساعة 12 بالليل يا جماعة اصلا في أي دولة في العالم القيد بينتهي الساعة 12 بالليل لنهاية اليوم بالزبط نهاية اليوم يا 12 بالليل 12 ودقيقة خلاص دخلنا في اليوم الجديد شكرا على كده اللي حصل اللي بيحصل دايما انه اتحاد الكرة عارف انه في العديد من الاندية لما بتيجي تسجل اللعيب على السيستم بيكون في حاجات ناقصة ورق ناقص في حاجات ناقصة فبتحصل مشكلة فبيحتاجوا يجيبوا حاجة لنقصة فالتحاد الكورة عمل فكرة انه بيعلن قبلها انه الساعة 3 هو ده اخر معاهد قبلها مباشرة بيقول انه القيد اتمد علشان الاندية اللي عايزة تلاقي حلقول تلحق تحل بس ده الطبيعي انه حتى ولو فهو ما اعلنش القيد هيتقفل الساعة 12 فكرة نبيها من التحاد الكورة فيها كثير من خطة منتازة فيها كثير من الابتكار والعظمة وبعدين زي ما انت قلت كده ويالترسها اجيال بعد اجيال على طول يعني هى ملاش علاقة بالاتحاد الحالي هو كله بيفكر كده عارف انت بالضبط اللي هو ايه لما تبرايح تقابله واحد صاحبا كانف اللي هو بتاخها عطول فتقول له بص احنا معدنا الساعة 3 اقول نا ايه الساعة 13 بس احنا معدنا الساعة 3 يعني انت كده زي هو ايه ساعة 4 برضو اكيد حصل قبل كده انه الساعة 14 بالليل فيه ناس اتأخرت وحصل مشكلة ومليح اشتسجل اللعيبة. فبالتالي حصل انه دايماً قبل فترة كل فترة خير. بس بلهم اخر ما نظلمهمش. الانتقالات الصيفاء اللي فاتت قفلوا ثلاثة. الانتقالات اللي فاتت. الاخيرة دي. اخر هم الساعة 12 بالليل يزمع مني. 10 بالليل. ساعة 12 هو اصله هو بيقولك من واحد مثلاً يناير الواحد وثلاثين. واحد وثلاثين ده افتة 12. هم ما يقدرش. ما يقدرش. ده سيستم. السيستم هيفل الساعة 12 بالليل. تمام؟ هو بقى بيقول للناس عشان ايه زيان بقولك كده. اه. بتابلوا حتصاحبك. فهيتأخر فتقولوا تعالى الساعة 3 عشان هقفل. لا. هقفل بدل النهار. انا عايز اقولك. يعني انا كده عامل معك واجب يعني. اه. جميلة. جميلة. اه. فانت بقى شفت. هيبتضرب في الوش برس. بزب. اللي هو الناس اللي هوت بدأت تنتقد. اه. انا الحق ده عمل كذا. يلحق ده فتح ومد وكذا. لا. ما تقول الساعة 12 بقفل. واللي عايز يجي قبل 12 اهلا وسهلا نجي الساعة 12 وديها هو حر. واللي عايز 12 حقته نقصة مش هيتسجله. انا بالي. انا بالي. انا بالي. اتحد كورة. يعني فكرة انه. فكرة انك تتعامل انت بابا وماما وكل الحاجات ده. ده ده مش شغول احترافي ده جمعا. فهي دي دي القصة بتاعت. انه لقيدة مد مخصوص عشان عبدالله السعيد. لا مش مش صحيحة يعني. مش صحيحة. نعم. الله يفتح عليك. حلوة. حلوة معلومة لي.